تمكنت قوات الجيش السوري من سعادة مواقع استراتيجية على جباة درع القنيطرة ويتهدى تطور مع بدء حملة عسكرية لسعادة تلال سيطر عليها مسلح المعارضة وتتيح لهم ربط مناطق سيطرتهم على الحدود مع الأردن وهضبة الجولان في غضون ذلك تجدد الاقتتال عنيفا بين المجموعات المسلحة للسيطرة على مناطق بالشمال السوري استعاد الجيش السوري تلالجابي الاستراتيجي في محيط بلدة نوى غرب حوران على جبهة درع القنيطرة وذكرت مصادر المعارضة أن الطيران الحربي شن 15 غارة على الأقل على البلدة ومحيطها كما سقطت عشرات الصواريخ في المنطقة وتمثل استعادة التل عودة إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل أيام عندما دخل مسلحه المعارضة التل الذي يصل غربي درع بالقنيطرة الوسطى والجنوبية كما تمثل انهيار خطة المسلحين للتوسع انطلاقا من منطقة فصل القوات في الجولان المحتل للاستلاء على خط الدفاع السوري الأول عن الجولان والتقدم نحو القنيطرة وكانت المعارك قد اندلعت حول نوى بين المسلحين ولواء سوري مدرع وعز جيش السوري قواته في المنطقة للدفاع عن تل الجموع الذي يشكل استكمالا لتحسيناته في خط الدفاع الأول ومن المفترض أن يحاول الجيش السوري استعادة سلسلة التلال الحمر الغربية والشرقية وهي تلال مشرفة على منطقة خط الفصل مع الجزء المحتل من الجولان استولى عليها مسلح أحرار الشام وجبهة النصرة بعد ثمانية أشهر من محاصراتهم التلال وتشكل هذه المناطق قلب بؤرة تستند إلى ظهير الاحتلال الصهيوني يمكن المسلحين أن يتحركوا فيها بسهولة لو نجحوا بتوسيعها في الأثناء تسعت رقعة المعارك بين الجماعات المسلحة إلى الشمال والوسط حيث أطلقت الجبهة الإسلامية والنصرة وفصائل متحالفة معها ما اسمته غزوة زلزال الشمال للسيطرة على مناطق تهيمن عليها داعش في ريف حلب حيث طردتها وحالما أعلنت الغزوة شن مسلحون هجمات على مواقع داعش وتمكنوا من طردها من عدد منقرى ريف حلب الشمالي من جهة أخرى نفذت القوات السورية سلسلة عامليات في ريف دمشق قتلت خلالها مسلحين من جبهة النصرة فيما استهدفت تجمعا للمسلحين بريف إدلب ما أدى لمقتل ما يزيد عن 19 مسلحا وذكر مصدر عسكري أن عدد من المسلحين قضوا خلال إحباط الجيش محاولة المسلحة للتسلل في حلب التي تشهد معارك يومية وقصفا مكثفا من جانبه ندد الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون بقطع امدادات المياه عن مدينة حلب مشيرا إلى أن ذلك يحرم مليونين ونصف المليون نسمة من المياه ويذكر أن مقاتلين تابعين لجبهة النصرة قطعوا امدادات المياه عن المدينة منذ نحو أسبوعين ترجمة نانسي قنقر